كيف قرأت هذه الإجراءات التي أعلن عنها رئيس بايدن خاصة أن هناك أزمة في تدفق المهاجرين خاصة من الحدود الجنوبية إلى الولايات المتحدة مئة بالمئة سيدة جيان شكرا على الاستضافة موضوع الهجرة والحدود الأمريكية موضوع شائك ومشكلة عمرها عشرات السنين هذه ليس مشكلة مستجدة الحوار بين الجمهوريين والديمقراطيين استمر بدون أي حلول ملموسة هناك مهاجرون غير شرعيون منذ السبعينات موضوعون في الولايات المتحدة بدون أوراق نظامية وبدون أي حل لوضعهم لكن اليوم نرى تدفق رهيب للاجئين أعداد غير طبيعية أعداد غير مسبوقة وما فعله الرئيس بايدن والطرفان الجمهوري والديمقراطي يشجعونه على ذلك هي خطوة استباقية خصوصا لدول تعاني الآن استباقيا من انهيار مالي يعني رأينا فنزويلا كان الدولة الأولى ثم بعد فترة نرى اليوم كوبا نيكاراكوا وهيتي فهناك استباق لوضع لزيادة هؤلاء المهاجرين وبصراحة هذا ما نفعله لمستحة هؤلاء المهاجرين الذي نقول لهم لا تأتوا إلى الحدود للولايات المتحدة لن يسمح لكم بالدخول إلا إذا طلبتم الهجرة الشرعية عبر الدول التي تمر هنا منها وهذا سيستغرق وقت ما يحصل اليوم هذه الهجرة الغير شرعية غير منصفة بحق دافع الضرائب الأمريكي والمواطن الأمريكي وأكثر من ذلك غير منصفة بحق ألاف وعشرات ألاف المواطنين من العالم أجمع الذين يريدون الاتيان إلى الولايات المتحدة بصفة شرعية نعم ويقدمون الأوراق ويدفعون النقود وينتظرون لسنين طويلة ليأتوا هنا بصفة شرعية وبكل بساطة لا يوجد دولة بحجم الولايات المتحدة لا يجب أن تكون حدودها مخترقة بهذا الشكل خصوصا نحن نعاني من خطر الإرهاب ما زلنا ونعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية في الولايات المتحدة كما يعاني العالم أجمع فغير معقول أن تكون الحدود تسمح بمرور الآلاف وتشكيل خطر اقتصادي وحتى أمني على المواطن الأمريكي